بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ما زال حديثي موصولا حول النصيحة وأنها من الأخلاق العظيمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم بل جاء بها جميع الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى وذكرنا مجموعة من النصوص في القرآن والسنة الآمر بالنصيحة والحاث على النصيحة وشيء من هذا القبيل وبالنسبة للنصيحة لا شك بأن من تأملها يجد فيها فوائد كثيرة منها أنها هي الدين كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين والنصيحة فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة يدل على عظمها وأنها لها قيمة وأن النصيحة في واقع الأمر تأتي في مجالات شتى ولذلك اجتملت على هذا الدين كذلك النصيحة في واقع الأمر تفصح عما في داخل الإنسان في ضميره وفي قلبه وفي صدره من محبة الخير للآخرين فالذي ينصح دائما هو محب في واقع الأمر حتى ولو حصل انفعال منه فإنه في نهاية المطاف هو مريد للخير مبتغن للصلاح لا يرضى أن يبقى أخاه في دائرة السوء كذلك النصيحة في واقع الأمر تؤلف القلوب وتحبب الإنسان إلى الآخرين فالذي ينصح دائما تجد القلوب تحبه وتجد حوله من الأخيار والفضل والأصحاب الذين يحبون قربه لعلمهم بصدقه كذلك النصيحة إذا كانت على المستوى الفردي نافعة فكيف إذا كانت على المستوى المجتمعي بمعنى إذا كان هناك نصيحة عامة وانظر إلى مثلا خطبة الجمعة كيف تؤثر في المجتمع في الأحياء يعني في كل حي هذا الجامع إذا وفق بإمام وبخطيب يوجه وينصح ويعظ ويوصي على وفق الهدي النبوي بالمجزوم بأن هذا يوسع دائرة الاستفادة كذلك النصيحة يعني هي في نهاية المطاف تدخل ضمن خلق الرحمة لأن الناصح ينصح الآخرين انطلاقا من رحمته بهم وخوفه عليهم ولذلك النصيحة في واقع الأمر شأنها عظيم ومكانتها عالية وفوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على النصيحة وفق الضوابط الشرعية لأن المؤمن كما قال بعض العلماء المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير وإن شاء الله لعلي في اللقاء القادم أذكر بعض الضوابط أو الصور في مسائل النصيحة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد